السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفور القائل جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله والقائل جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله خير من تعلم وعلم القرآن وخير من قرأ القرآن القائل بأبي وأمي وقلبي وروحي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله إن العلوم وإن تبينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلة وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير ولم لا وشرف كل علم بشرف موضوعه وموضوع علم التفسير هو كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولازلنا نقف مع حضراتكم في هذا المحراب المهيب الجليل نستلهم الدروس والعظات والعبر ولازلنا نغوص معا في هذا النهر العذب الفرات لهذه المعاني الرقيقة الجميلة نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر ولازلنا نطوف معا في هذا البستان اليانع الماتع نجمع الرحيق والزهر والثمر إننا الليلة على موعد مع اللقاء الثاني بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده من لقاءات تفسيرنا لصورة البقرة ولازلنا مع قول ربنا جل وعلا في الآية الثانية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقد ذكرت بإجاز شديد جدا أذكر أقوال أكابر أهل العلم في معنى الحروف المقطعة وقلت بأن الحروف المقطعة في القرآن الكريم كله بحذف المكرر منها تتكون من أربعة عشر حرفا مجموعة في هذه الجملة البديعة البليغة نص حكيم قاطع له سر وهذا هو سر هذه الأحرف نص حكيم قاطع له سر ومن ثم اختلف أهل العلم في سر هذه الحروف المقطعة فمنهم من قال هي من العلم الذي استأثر الله به لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ومنهم من قال بل هي أسماء لصور القرآن ومنهم من قال بل هي فواتح افتتح الله بها بعض صور القرآن بل ومنهم من قال هي من أسماء الله تعالى بل وقال ابن عباس هي اسم الله الأعظم والذي يترجح لديه من أقوال أهل العلم فما أنا إلا جامع فقط لأقوالهم ومتتبع لضررهم وجواهرهم ولا آلئهم البراقة البديعة الذي يترجح لدي بفضل الله جل وعلا أن هذه الحروف المقطعة بيان لإعجاز القرآن الكريم فهذا القرآن الذي تتكلمون به الذي تقرؤونه وتستمعون إليه إنما هو مكمن من الأحرف التي تنطقون وتتكلمون بها ومع ذلك لا تستطيعوا قوة على الأرض بل ولو اجتمع أهل الأرض أن يأتوا بقرآن مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين فهذه الأحرف المقطعة إنما هي قرع بالعصى لأولئك المتكبرين لأولئك المتعنتين لينتبهوا حين يقرأ عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأحرف التي لا يفهمون معناها لينتبه القوم بعد ذلك إلى الآيات التي ستأتي وكأنها قرع بالعصى لآذانهم وقلوبهم ليستمعوا بعد ذلك ما يتلوه محمد من عند الله جل وعلا ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه أي هذا القرآن لا شك فيه كما قال ابن عباس وابن مسعود وأبو الدرداء وسعير بن جبير ونافع مولى عبد الله بن عمر وغيرهم ذلك الكتاب لا ريب فيه أي هذا القرآن لا ريب فيه ولا شك فيه فكل من تدبر القرآن بعين الإنصاف علم إعجاز القرآن وعلم أنه كلام الرحيم الرحمن فالقرآن كنز معان وبحر حقائق ونهر جواهر ودرج زواهر وعالم علم ودقة نظم وجمال أسلوب وبهاء رونق وجميل بيان من نظر إلى القرآن في سطوع برهانه وعلو شانه وجميل نظمه وبلاغة كلماته وإبداع تعبيراته لو نظر إلى هذا القرآن بعين العقل والإنصاف لعلم يقيناً أنه لا شك فيه ولا ريب فيه وأن مصدريته دليل إعجازه وأن مصدريته دليل إعجازه إذا علم أنه من عند الله علم يقيناً أنه كلام معجز لأنه كلام الله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه أي هذا القرآن لا شك فيه وقد ذكرت بالتفصيل في اللقاء الماضي أن الكتاب اسم من أسماء القرآن وقد ذكر علماؤنا أسماء كثيرة للقرآن الكريم ذكر منها الإمام الزركشي في كتاب البرهان خمسة وخمسين أسماء وذكر منها شيخون أبد القيم في كتاب التبيان أكثر من تسعين أسماء وقد حققت هذه المسألة في الحلقة الماضية بفضل الله جل وعلا انتبه معي أيها الحبيب وأيتها الكريمة من القراء من يرى الوقف عند قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب ثم يبتدئ القراءة بقوله فيه هدى للمتقين لكن الوقف على قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه أبله وأوله ثم تبتدئ القراءة بعد ذلك بقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لتكون كلمة هدى صفة للقرآن الكريم كله وهذا أبلغ وأولى من أن تقول فيه هدى للمتقين فالقرآن كله هدى للمتقين القرآن كله هدى للمتقين فيه هدى فهذا طبعيض وتجزئة للهدى والقرآن كله من أول الفاتحة إلى الناس بأوامره ونواهيه وزواجره وحدوده وأخباره وقصصه وأمثاله وعبره إلى غير ذلك كله هدى للمتقين فأبلغ وأولى أن تقف عند قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لتكون كلمة هدى صفة أو نعتا للكتاب ويجوز أيضا أن تنصب على الحالية يجوز أيضا أن تنصب كلمة هدى على الحالية ذلك الكتاب لا ريب فيه أي هذا القرآن لا شك فيه هدى للمتقين ابدأ بكلمة هدى للمتقين إن أردت أن تقف وقفة من الوقفتين في هذه الآية الكريمة كما علمنا أكابرنا من أساتذة القراءة للقرآن الكريم انتبه معي أيها الحبيب اللبيب أنا أقول الأبلغ والأولى أن تقف عند قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم تبدأ بقولك هدى للمتقين وأنا أخذت ذلك ورجحت ذلك ليس اجتهادا مني وإنما وقوفا مع نص قرآني تدبر معي صدر سورة السجدة قال تعالى ألف لا ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ما فيش وقف هنا ما فيش وقف ألف لا ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه إلى آخر الآيات فأبلغوا وأولى أن نبدأ بقوله تعالى هدى للمتقين وانتبه معي فلقد خص الله جل وعلا المتقين هنا بالهدى فإن كان القرآن كله في ذاته هدى إلا أنه لا ينتفع بهداية القرآن إلا أهل الإيمان والتقى لا خلي بالك من دتاني إن كان القرآن الكريم كله في ذاته هدى إلا أنه لا ينتفع بالقرآن الكريم وبهدايته أقصد هداية الإرشاد والدلالة والتعريف والبيان لا ينتفع بهداية القرآن إلا أهل الإيمان وأهل التقوى وإلا فكثير من الناس يسمع القرآن لا يتأثر به لأنه لم يحقق الإيمان بالله جل وعلا لأنه لم يحقق التقوى لله تبارك وتعالى بل وأسمع كثيرا من أحبابنا وإخواننا لماذا لا ينتفع الناس بالآيات لماذا يرى الناس الآيات العظيمة الجليلة بين أيديهم ومع ذلك لا تتأثر القلوب بها أقول أيها الأفاضل لقد حسم القرآن هذه المسألة وأجاب على هذا السؤال جوابا بينا واضحا فقال سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة فلا يتذكر بالآيات إلا من ملأ الله قلوبهم بالخوف منه إلا من ملأ الله قلوبهم بالخوف من عذابه في الآخرة لا يعتبر بالآيات ولا يستفيد به دايات القرآن الكريم إلا أهل الإيمان إلا أهل التقوى هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه هدى للمتقين أي الكتاب كله هدى للمتقين وحين تتبعت لفظة هدى في القرآن الكريم كله وأنا أبحث لحضراتكم وأعد هذه الحلقة تتبعت كلمة هدى في القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره فوجدت أن لفظة هدى وردت في القرآن على ثلاثة عشر معنى وجدت أن لفظة هدى وردت في القرآن الكريم كله على ثلاثة عشر معنى ولا يتسع الوقت لذكرها الآن بالتفصيل وسأذكر كل معنى بإذن الله جل وعلا في موضعه ونحن نفسره بإذن الله تبارك وتعالى لكن المعنى هنا هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أي هذا القرآن هذا القرآن مصدر الهداية مصدر الهدى والإرشاد والدلالة والتعريف والبيان للمتقين المؤمنين الذين يتقون عذاب الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه تدبروا معي أيها الأفاضل المراد بقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أي القرآن الكريم كله مصدر هدى ومصدر إرشاد وتعريف وبيان للمؤمنين المتقين الذين اتقوا عذاب الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده تبارك وتعالى فالقرآن إن كان في ذاته هدى لا ينتفع به إلا من حقق الإيمان والتقوى كما في قوله جل جلاله وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ أيوة أحسنت للمؤمنين وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ثم تخلي بالك من آخر الآية وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا إذن الظالم يسمع القرآن ويقرأ القرآن لكن لا يزداد به إلا خسارة ولا يزداد به إلا خسرانة وإلا وإلا لوجدنا العجب العجاب في هذه الأزمنة وهذه الأيام التي لا أعلم زمانا قد سمع فيه القرآن كما سمع في هذه الأزمان وتلك الأيام عن طريق الكاستات والإذاعات والفضائيات والمصاحف المطبوعة بأفخر الطبعات ومع ذلك أقول وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا مَزْدادَ الظَّالِمُونَ بِهَذَا الْإِنْتِشَارِ الْهَائِلِ لِالْتِلَاوَةِ وَبِهَذَا الْإِنْتِشَارِ الْهَائِلِ لِإِذَاعَاتِ الْقُرْآنِ وَفَضَائِيَاتِ الْقُرْآنِ وَطَبَعَاتِ الْقُرْآنِ مَزْدادَ الظَّالِمُونَ إِلَّا خَسَارًا جوابٌ بديع لسؤالٍ كبير ولعلامة استفهامٍ عريضة لماذا لا زالت أخلاق الناس بهذا السوء لماذا لم يتغير المسلمون لماذا لم يغير هذا القرآن أحوال الناس إلى ما كانوا عليه في عهد النبي والقرون الخيرية بعد ذلك لماذا لماذا أسئلةٌ ضخمة وعلامات استفهامٍ خطيرة هذا الجواب وأيها اللبيب هذا الجواب وأيها الحبيب وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ لا ينتفع بهذا القرآن ولا يمتثل أوامره ولا يجتنب مناهيه أو نواهيه ولا يقف عند حدوده إلا من حقق الإيمان إلا من رزق التقوى إلا من حقق التقوى لله جل وعلا أما الظالم فلا يزداد إلا ظلمة ولا يزداد إلا خذلانة ولا يزداد إلا خسرانة ولا يزداد إلا كبرة ولا يزداد إلا إعراضا عن الله جل جلاله إبقى لا يعتبر بالقرآن ولا يتأثر به إلا أهل الإيمان إلا أهل التقوى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هدى للمتقين تنبر معي هدى للمتقين المتقون جمع متقن جمع متقن والمتق يسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى وقاه فاتقى والاسم التقوى التقوى هي الاسم والمصدر الاتقاء وكل هذه المادة مأخوذة من مادة وقى كل هذه الكلمات مأخوذة من مادة وقى والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبينما يخاف ويحذر وقاية وتقوى العبد لربه جل وعلا أن يجعل العبد بينه وبين صخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي تأصي اللغة وبديع ولا بد منه أكرره المتقون جمع متقي والمتقي اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى والاسم التقوى والمصدر الاتقاء وكل هذه الكلمات مأخوذة من مادة وقى والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه وضره فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبينما يخاف ويحذره وقاية فتقوى العبد لربه جل وعلا أن يجعل العبد بينه وبين صخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي هذه الوقاية هي امتثال الأمر اجتناب النهي الوقوف عند الحد قال أبو الدرداء رضي الله عنه يريد المرء أن يؤتى مناه أي مرء أي رجل أي امرأة يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد اختلفت عبارات الأكابر في معنى التقوى اختلفت عبارات الأكابر في معنى التقوى وفي حقيقة المتقين قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل قال أبو هريرة وثبت أيضا أن هذا الكلام لأبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا وقيل بأن السائل هو عمر وقد ذكرت الأثر بلفظة قيلة لأنني لم أقف للأثر على سند صحيح سأل سائل أبا هريرة فقال ما التقوى قال له هل مشيت على طريق فيه شوك قال نعم قال وماذا صنعت قال كنت إذا رأيت الشوك اتقيته فقال أبو هريرة ذاك التقوى فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى وعرف التقوى طلق ابن حبيب فقال التقوى فقال التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله وسأقول لكم أيها الأفاضل إذا كانت العبادة إذا كانت العبادة الغاية من خلق الخلق فإن الغاية من كل العبادات هي التقوى قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالغاية من خلق الخلق العبادة والغاية من كل عبادة التقوى قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه ولذا كانت التقوى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وكانت التقوى وصية السلف الصالح لبعضهم البعض من لدن المصطفى إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ففي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة خطبة عصماء خطبنا رسول الله خطبة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل الحديث وأوصى بها الصديق رضي الله عن عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت طلب الصديق عمر وقال له اتق الله يا عمر وأوصى بها عمر بن الخطاب ولده عبد الله فقال ابني اتق الله أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده ومن شكره زاده فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أحد جلسائه وأحد إخوانه فقال أوصيك بتقوى الله التي لا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الواعظين العاملين بها إنه على كل شيء قدير وأوصى بها ابن السماكي الزاهد الواعظ العابد أحد إخوانه فقال له أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك وأعلم أنك بسلطانه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك والسلام وما أروع عبارات الأكابر في التقوى وفي المتقين وقد عدد رب العالمين ثمرات التقوى في القرآن الكريم ويكفي أن أذكر في عجاله وإلا فلو تركت لنفسي ما أهواه لتحدثت إلى آخر الحلقة في هذه الصفة الجميلة هدى للمتقين وفي هذا الاسم الحبيب إلى قلبي جعلني الله وإياكم من أهله إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول المتقون يحبهم رب العالمين قال سبحانه إن الله يحب المتقين والمتقون في معية ملك الملوك قال جل وعلا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وهذه المعية الثانية معية النصر والتأييد والمدد والتوفيق أما المعية الأولى فهي المعية العامة معية العلم والإرادة والإحاطة بكل شيء أما معية الله للمتقين فهي معية النصر والتوفيق والمدد والتأييد واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أيها التقي جعلني الله وإياك منهم أيها التقية جعلني الله وإياك منهم إن كان الله يحبك وإن كان الله معك فممن تخاف وعلى أي شيء تحزن أكرر إن كان الله يحبك وإن كان الله معك إن كنت تقية إن كان الله يحبك وإن كان الله معك فممن تخاف وعلى أي شيء تحزن قال جل وعلا فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال جل جلاله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض قال جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانة ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ما أكثر الآيات في ثمرات التقوى وعظمة التقوى وبالجملة أيها الأفاضل من أراد السعادة في الدنيا فعليه بتقوى الله جل وعلا بل ومن أراد السعادة والنجاة في الآخرة فعليه بتقوى الله جل وعلا فإن خرج الناس من القبور يوم القيامة في فزع وفي هلع وفي خوف لا يفزع المتقون بل ولا يمشون في أرض المحشر على أرجلهم وإنما يخرجون من قبورهم ويجدوا بين أيديهم ركائب من ركائب الآخرة أعدها الله جل وعلا لهم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانة أي ركبانة لا يمشي التقي أبدا على قدميه في أرض المحشر وإنما يحشر إلى الله جل وعلا راكبة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بل إذا فزع الناس وخاف الناس لا 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 يشعر المتقون بالفزع ولا بالخوف قال جل وعلا إن المتقين في مقام أمين بل وإذا مصب الصراط بين ظهراني جهنم ومر المؤمنون لا يفزع المتقون أبدا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية بل تكتمل سعادة المتقين في جوار رب العالمين كما في قوله سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بل أقول لك كما قال ربي في صورة الزخرف والآخرة عند ربك للمتقين فالدنيا كلها للمتقين والآخرة كلها للمتقين ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وسامحوني لا يتسع الوقت للتفصيل أكثر من هذا وإلا فوالله احتجنا إلى حلقات لنتكلم عن التقوى والمتقين وسنمر إن شاء الله تبارك وتعالى على صفاتهم الجميلة وأخلاقهم الحميدة وشمائلهم العذبة ونحن مطوف معا في بستان هذه المعاني مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وأذكر ربنا جل وعلا بعد ذلك في الآية الثالثة من آيات صورة البقرة بعض صفات هؤلاء المتقين ويبدأ بالصفة الكبيرة الجليلة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون تعالوا بنا لنتكلم عن أولى صفات المتقين وأود أن أبين بأن الله جل وعلا قد ذكر صفات المتقين في موضع آخر بالتفصيل من مواضع صورة البقرة في آية البر الجامعة في الآية السابعة والسبعين بعد المئة الأولى في قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربة واليتامة والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذه صفات جميلة للمتقين في نفس صورة البقرة وذكر الله صفات أخرى للمتقين في صورة آل عمران قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من المتقون؟ الذين منفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون سأقف بإذن الله تعالى بالتفصيل مع هذه الصفات الجميلة للمتقين متضرعا متذللا لرب العالمين أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب خلي بالحضرتك معايا قال ابن عباس رضي الله عنهما يؤمنون أن يصدقون وقد ذكرت مرارا أن الإيمان لغة هو التصديق خلي بالحضرتك الإيمان لغة هو التصديق كما في قول الله تعالى حكاياتا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين في الحقيقة فالإيمان لغة هو التصديق لكن المعنى اللغوي لا يمكن أبدا أبدا أن يؤدي معنى الإيمان شرعا واصطلاحا فالمعنى الشرعي والاصطلاحي للإيمان هو قول وعمل يزيد وينقص قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه الصحب الكرام ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص الإيمان له أركان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما في حديثنا الذي نشرحه بالتفصيل يوم الأربعاء بإذن البلك الجليل الإيمان له طعم روى مسلم من حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان ما تحرفش اللفظة بقى ولا تصرف اللفظة عن ظاهرها الإيمان له طعم حقيقي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله الإيمان له حلاوة روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعدئذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار هذا الإيمان له نور لا تصرف اللفظة يا أخي له نور نور حقيقي يملأ القلب روى الإمام أبو نعيم في الحلية والديلمي والطبراني بسند حسن والألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء يعني إيه يعني كما تحجب السحابة نور القمر عن الأرض كذا تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض وإذا انقشعت سحابة القلب بالتوبة أشرق نور الإيمان في القلب أسأل الله جل وعلا أن يذيقنا طعم الإيمان حلاوة الإيمان وأن يحققنا بأركان الإيمان وأن ينير قلوبنا بنور الإيمان هذا الإيمان يا أحبابي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يا مولانا بلاش كذا مال تقسموا بقى وتشبهوا لا يا حبيبي هذا قول ربنا جل وعلا قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وفي أوضح من كذا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فهنا إيمان أصلي وإيمان متجدد وإيمان جديد الإيمان الأصلي مع إيمانهم الأصلي ليزدادوا إيمانا ليزداد إيمانهم وليتجدد إيمانهم بتنزل السكينة عليهم من ربهم جل وعلا قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا قال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بل ويقول حبيبنا وأعرف الخلق بمراد الرب جل وعلا كما في مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب أي كما يبل الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم فاسألوا الله هكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم إذن أول صفة من صفات المتقين المؤمنين الذين اتقوا الشركة وعملوا بطاعة الله كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول صفة من صفات المتقين المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب اعتقادا ويؤمنون بالغيب قولا ويؤمنون بالغيب فعلا لا يؤمنون بالغيب تصديقا وفقط تصديقا فحسب لا بل يؤمنون اعتقادا وقولا وفعلا يؤمنون بالغيب فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية طيب مولانا انت قلتنا بانه يزيد بالطاعة وذكرت لنا بعض الايات والاحاديث طيب انت عاوز تهرب من الجزئية الاخرى وينقص بالمعصية لا مش هنهرب هقول لحضرتك برضو مجموعة ادلة على ان الامان ينقص بالمعصية انا اقول لكم ايها الافاضل المعصية تنقص الايمان لا اخلي بالك من اللي انا هقوله ده بل قد تهدد المعصية الايمان ان كانت كبيرة من كبائر الذنوب قد تخرج الكبيرة الايمان من القلب كله انت هتكفر باب المعصية هتكفر بالكبيرة لا نكفر بالكبيرة اهل السنة من فضل الله جل وعلا لا يكفرون بكبائر الذنوب لا يقولون بقول الخوارج بل ولا يقولون بقول المعتزل واجعلونه في منزلة بين منزلتين وانما يعتقدون ان المؤمنة ان ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب خرج منه الايمان واصبح فوق رأسه كأنه ظله فان نزع واستغفر وتاب الى الله عاد اليه الايمان مرة اخرى الله يا لها من رحمة هذا فضل الله على اهل السنة ما الادلة على هذا التأصيل الذي اصلت قول حبيبنا ونبينا ففي الصحيحين ومسند احمد من حديث ابي هريرة وابن عباس وغيرهما انه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يزن الزان حين يزن وهو مؤمن ابدا لا يمكن يزن الزان وفي قلبه الايمان يخرج الايمان من قلبه ويصبح الايمان فوق رأسه كالظلة فان تاب وبكى وعاد الى الله عاد اليه الايمان لا نكفره بالكبيرة لا يزن الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وفي رواية ولا يقتله وهو مؤمن ولا يقتله وهو مؤمن هذا هو الايمان تنقصه المعصية بل قد تخرجه من القلب بالكلية ان كانت كبيرة من كبائر الذنوب ما الدليل على ان الايمان يخرج ليصبح كالظلة فوق رأس المؤمن الى ان يتوب الى الله جل وعلا ما دليلك على هذا ما رواه الحاكم في المستدرك وابو داود في السنن بسند صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال اذا زن العبد خرج منه الايمان فكان على رأسه كالظلة اه دا 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 د الله عليه وسلم قال إذا زن العبد خارج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه أي إذا أقلع عن الذنب وعن الكبيرة وتاب إلى الله جل وعلا عاد إليه الإيمان في رواية أخرى يقول صلى الله عليه وآله وسلم في سنن الترمذي وغيرها من حديث أبي ريرا بسند صحيح إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكت سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر سُقل قلبه فإن عاد عادت وإن زاد زادت فذلك الران قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إذن أول صفة أيها الأحبة من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب طيب ما هو الغيب ما هو الغيب الغيب لغة هو كل ما غاب عنك الغيب لغة هو كل ما غاب عنك كل ما غاب عن بصرك هذا يسمى بالغيب والغيب اختلفت عبارات السلف وأكابر المفسرين في معناه في هذه الآية وكلها مرادة وكلها صحيحة فمنهم من قال يؤمنون بالغيب أن يؤمنون بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والصراط إلى غير ذلك ومنهم من قال الغيب هو القدر ومنهم من قال الغيب هو الله هكذا قالوا يؤمنون بالغيب يؤمنون بالله جل وعلا لأننا لا نرى ربنا سبحانه وتعالى لكن نرى آياته من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض فكل هذا غيب قال ابن مسعود الغيب ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار قال ابن عباس يؤمنون بالغيب أي بما جاء من عند الله تعالى قال أبو العالية يؤمنون بالغيب أي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالبعث والحياة بعد الموت قال زيد بن أسلم يؤمنون بالغيب يعني بالقدر كل هذه العبارات التي ذكرتها عزوتها الآن إلى أئمة السلف وإلى أكابر علمائنا هذا تفسيرهم لقوله تعالى يؤمنون بالغيب وهذه أقوال لا تتعارض كما بيّنت بل كلها مندرجة تحت معنى يؤمنون بالغيب فالغيب هو كل ما غاب عنا وأخبرنا به ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مما لا تدركه العقول وحدها لا لا تني التأصيل ده الغيب هو كل ما غاب عنا وأخبرنا به ربنا جل وعلا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مما لا تنتهي إليه العقول وحدها ولا تدركه العقول وحدها ليه؟ لأن محاولة إدراك الغيب بالعقل لأن محاولة إدراك الغيب بالعقل بالعقل المحدود بحدود الزمان والمكان يا أخي أنا الآن لا أرى خارج الاستوديو أي شيء عقلي محدود بحدود هذا الزمان الذي أنا فيه لا أعرف ما الذي يحدث غدا بل ولا أعرف ما الذي حدث في هذه الساعة التي أنا محدود فيها بهذا المكان وبهذا العمل فالعقل محدود بحدود الزمان والمكان فتكليف العقل المحدود بحدود الزمان والمكان أن يعرف اللا محدود وأن يعرف المطلق وأن يعرف الغيب الذي لا يحد بزمان ولا مكان محاولة بائسة فاشلة عابثة بالعقل أنا أتكلم بالعقل بالعقل ليس من العقل أن نكلف العقل المحدود بالزمان والمكان أن يعرف أشياء خارج حدود الزمان والمكان الذي وفيه هذا بالعقل تدبر معي أنا أضرب لك مثالا لأيسر لك المعنى بالعقل أنت لا تنكر النور أو الضوء الذي ينبعث من المصباح الذي تراه الآن فوق رأسك في مكتبك أو في بيتك الذي تجلس فيه لا تنكر بالعقل وجود هذا الضوء الذي ينبعث من المصباح وأنت تعتقد في ذات الوقت أن تيارا كهربائيا وراء هذا الضوء المنبعث من المصباح مع أنك بعقلك لا تراه لا بعقلك ولا بعينك لا ترى هذا التيارة مع أنك تؤمن به وتعتقد بوجوده فمن العقل إذن بهذا المنطق الذي تحكم به بعقلك أن لا تكلف عقلك المحدود بالزمان والمكان أن يحيط بما فوق حدود الزمان والمكان بالعقل لا ينبغي على الإطلاق أن تحاول أن تتعرف على الغيب بل بالعقل ومن الأدب مع الله جل وعلا أن تسلم العقل لنور الوحي الذي جاء من الله على لسان رسول الله لتدرك بنور الوحي ما غاب عن قدرة العقل وطاقته لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالترف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل فإذا عدلت عن الطريق تعمد فاعلم بأنك ما أردت وصوله يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا يا ترى أي عقل عرفته الأرض أطهر أي عقل عرفته الأرض أزكى أي عقل عرفته الأرض أذكى يا ترى أي عقل عرفته الأرض أذكى أو عرفته الأرض أزكى أو عرفته الأرض أطهر أو عرفته الأرض أنور إنه عقل المصطفى ومع ذلك لم يستطح حبيبنا بعقله أن يتعرف على حقائق الإيمان وحقائق الوحي قال ربنا لحبيبنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فبعقل المصطفى وهو صاحب العقل الأزكى والأذكى والأطهر والأنور لم يستطح حبيبنا أن يتعرف على حقائق القتاب ولا على حقائق الإيمان إلا بوحي من الرحيم الرحمن جل وعلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم فالهداية المثبتة هنا في الآية كما ذكرت هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان أما الهداية المنفية عنه في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهي هداية التوفيق فهداية التوفيق بيد الله وحده ليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل وقد أفردت لهداية التوفيق حلقات عديدة وأنا أفسر صورة الفاتحة بفضل الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب إذن من العقل إذن أن يسلم العقل ليتعرف على ما غاب عن إدراكه بنور الوحي عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يترك علم هذا الغيب للعليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى ويعلم الظاهر والباطن أطلت النفس في هذه الجزئية لأنني أعيش عالم الشهوات وعالم الماديات فكثير من الماديين لا يؤمنون إلا بالمحسوس لك أنا مش شايف ربنا أنا مش شايف إلا عشان أؤمن به فهم لا يؤمنون إلا بالماديات إلا بالحسيات هؤلاء المنتكسون المرتكسون الذين يناقضون عقولهم ابتداء قبل أن يناقضوا الحق بدليله الذين يناقضون عقولهم ابتداء قبل أن يناقضوا الحق بدليله فبعقله يثبت أشياء لا يراها بعينه لماذا لا تطبق نفس المنطق على عالم الغيب لماذا لا تطبق نفس منطق عقلك أنت على عوالم أخرى لا تراها أنت بعينك ولا يدركها عقلك مع أنك تقر بنفس المنطق العقلاني بوجود أشياء كثيرة لا تراها عينك ولا تحسها ولا تلمسها يدك أنت تؤمن بالهواء ومع ذلك لا تستطيع أبدا أن تزعم أنك تراه إنما ترى آثاره ترى نتائجه في تحرك الشجر وتحرك البواخر إلى غير ذلك لكن لا ترى الهواء الجو مليء بالمخلوقات العجيبة والغريبة التي لم ترى أبدا طيلة السنات الماضية بالعين المجردة وأصبحنا نراها الآن بهذه الأدوات الحديثة والآلات المبتكرة ومع ذلك لا ترى عينك ولكن لا تجرؤ أن تنكرها كما ذكرت في مثال التيار الكهربائي فالماديون الذين لا يؤمنون إلا بالحسيات والماديات يجب عليهم أن يخضعوا لعقولهم وأن لا يتوافقوا مع عقولهم في جانب وأن يتناقضوا مع عقولهم في جانب آخر الذين يؤمنون بالغيب لذا كانت صفة الإيمان بالغيب الصفة الأولى للمتقين المؤمنين ويا لها والله من صفة بل من أجمل ما قرأت أن عبد الرحمن ابن يزيد يقول كنا نجلس في مجلس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فتذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما سبقون به اسمع ماذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره إن محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه يا عبارة من أجمل وأعجب ما سمعت إن أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان بينا لمن رآه يعني من رأى النبي بعينيه علما قينا أنه رسول من عند الله أن وجهه ليس بوجه كذاب كما قال عبد الله بن مسعود حبر اليهود الأعظم حين نظرت إلى وجه النبي علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب فقال عبد الله بن مسعود إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه اسمع ثم قال والله الذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب الله حضرتك استوعبت المعنى ده وأنت يا أماه ويا أخته والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب وقرأ ابن مسعود قول الله تعالى ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين هذه الآية كاملة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقوا إلى قوله تعالى وأولئك هم المفلحون ما آمن أحد إيمانا أفضل من إيمان بغيب ويصبح الإيمان بالغيب في هذه الأزمنة يصبح أمرا شديدا وأمرا كبيرا وأمرا جليلا لا يحققه إلا من صفت نفسه وطهرت سريرته وحقق بالفعل الإيمان بالله وصدق ربه ونبيه تصديقا مطلقا كاملا أسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ما عليك إلا أن تؤمن وتصدق وتعتقد بقلبك وبقولك وبفعلك اعتقادا جازما لا تزعزعه ريح الشك ولا تعصف به ريح الريب يجب أن تعتقد وأن تصدق كل ما جاء عن الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه بل أنا أزيد وأقول بل أنا أصدقه ما رأته عين حبيبي المصطفى أكثر مما أصدقه أكثر مما أصدق ما رأته عيني أنا لأن بصري أنا قد يزيغ وقد يطغى أما بصر الحبيبي فقال فيه ربنا ما زاغ البصر وما طغى فأنا أصدق نبي تصديقا يفوق تصديقي لما رأته عيني ولما سمعته أذني ولما تكلم به لساني ولما تحركت به أعضائي وأركاني بل ولما في جناني لأن بصري يزيغ ويطغى وبصر الحبيبي لا يزيغ ولا يطغى الذين يؤمنون بالغيب ثم أذكر ربنا تبارك وتعالى الصفة الثانية من صفات المتقين ألا وهي ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وبكل أسف مضت الساعة ولا حول ولا قوة إلا بالله ووالله ثم والله أنا لا أتعمد أبدا هذه الإطالة ولكنه رزق يسوقه ربنا تبارك وتعالى أخشى أن أكون بخيلا لأحرم حتى لا أحرم من فضل ربي ومن رزق ربي أما الآجال فبيد الكبير المتعال فكثير من أحبابنا يتعجل أن أنهي التفسير وهذا أمر موكول للملك القدير لا أملكه أنا ولا يملكه أحد فما علي إلا أن أذكركم بما يقذفه ربنا جل وعلا في قلبي وعقلي من هذا النور نور القرآن ونور السنة وأترك الآجال والإكمال للكبير المتعال أتوقف بحضراتكم عند الصفة الثانية من صفات المتقين ألا وهي قول رب العالمين ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر